زريعة البسباس او الشمر هذا اللي الان كل شي كيتكلم عليه الشمر هو زريعة البسباس وكتير من الناس اليوم سمعتهم وسمعتكم كتا تستعملوا كتا بعض المرات كتا تنسخوا باستعمال وصفات وليس وقالتكم شنو هي هاد الاسم ديالها مثلا عندنا في ثقافة مغربية ولا ما كيعرفوهاش الناس زريعة البسباس اللي هي الغيندانات ولانتك نعرفوه هو الشابات هو اللي كيتسعمل ايضا في تحضير السلطات او الاطباق اذا هادا كدك الوراق دياله او يعني زريعة دياله هي زريعة البسباس او الشمر لش كي يسلاح بالطبع شنو المنفعة دياله وكتتمشي اكتر في التعريف دياله في الاسواق المغربية او عند الناس اللي كي بيعوا هاد الشي ديال العطرية فهو كتتمنى نافع البستاني نافع البستاني هو نفسه الشمر هو ديال الشمر نعم وهو مع عائلة واحدة فهي عائلة واحدة عائلة الميضليات ليزا بياسي او او ابياس بالاغريقية هي ميضلة نعم وكلقاهم بحل ميضلات بحل عائلة ديال البشنيخة تونك ميك نشوفهم في الطبيعة كالقاهم بحل ميضلة ديرين دوك الازهار دياله وهنا الميزة ديال هاد العائلة كاملة ديال ليزا بياسي هي كيعطيونها واحدة زيوت اساسية مفيدة جدا الجهاز الهضمي ديالنا انك تلقاها كتمشي مباشرة الجهاز الهضمي ديال الناس اللي عندهم عسر الهضم الناس اللي عندهم حموضة ديال المعيدة كبيرة وهذا موضوع اللي تكلمنا عليه كتير في الاسابيع الاخيرة خاصة قبل من حول الشهر رمضان لانو مع الصيام كتير من الناس اللي عندهم هاد المشاكل ديال الجهاز الهضمي نعم بالفعل ومسألة اخرى عاو تاني هي ان هاد 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 تصلح كذلك حتى الكابيد الناس اللي عندهم مشكل ديال الكابيد فهي كتعاون صفراء ديال لابي باش كتتفرز بو حد طريقة اه طبيعية وهنا كتعطينا حماية ووقاية للكابيد ديالنا الشمر ولا النفع البستاني او زريعة البسباز او زريعة البسباز فكمشوا بيها احتل معلقة كبيرة في اليوم ماشي مشكل بغينا ناخدوها كدواء يعني كعلاج او مساعدة في العلاج طبيعيا فمعلقة صغيرة ديال افكا صغيرة ديال ما مغليحتك يطلقوك نشربوه في اي وقع تبغينا في النهار ديال السيام يعني من المغرب حتى للسحور ولكن من الاحسنتي فرق صيام الانسان ساعة ونصف هي غا تكون جميلة جدا علش لانه غا ترخيه يعني غا تتنفسه يعني تحييلي اذيك التخمة وتعاونت الجهاز الانسي باش يشتغل بطريقة طبيعية بغينا ندخلوها في التغذية فمعلقة كبيرة كافية اننا ندخلوها في التغذية ديالنا الاطفال يمكن لهم ياخدوها ما كينش مشكل ما عنداش ما عنداش اضر ما دراء دائما نقول الاطفال من خمس سنين فا ما فوق ايه وهدي غا تكون ان شاء الله فائدة مزيانة اذا الشمر او زريعة البسباس اه هنا يا دكتور عيماد كتقول لنا كيفاش نستفدو منها واش هناك ناس لي ما يقدروش ياخدوها مثلا الناس لي عندهم ارتفاع الضغط دموي او الناس لي عندهم مثلا اه مشاكيل ديال الغضة الضرقية نعم فهنا هاد 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 زرار كامل اللي ذكرنا حتى الان ما كنش فيها تأثير على الاطنسيون او كطلع الضغط بالعكس هادو كلها مفيدة جدا الضغط وكيت ما شامع الناس وحتى الناس اللي عندهم امراض مزمنة فما كيش مشكل يستعمل غادي نهدرو الان على الخشخاش او اللي غين دو بافو او اللي بافو شنو منافعو الدكتور للنوتا ومستعمل كتير عندنا فالبافو اللي فيه واحد المادة اسمية لابابافيرين وكين فيها لكوديين هادو جوج ديال المواد غير هو خصنا نخطو الحيطة والحاضر في الاستعمال ديالو لانا يلفتنا الكمية المسموح بها كيمكن يقترنا على الجهاز العصابي ديالنا هلاش لانا كنعرفو هاد لابابافيرين وهاد الكوديين هما مواد للتهديئة مواد اللي كتهدأ لنا الجهاز العصابي ديالنا الخشخاش الخشخاش فكان صحبت الخبيزة الكيكونو ديال الخشخاش يتخذو في الليل ولا في الأسواق يتخذو فهما كيعاونوا على التهديئة ديال الأعصاب الكمية المسموح بها فقد ناخدو نص مع القاس صغيرة ديال الخشخاش هي اللي كنديروها في نص كيلو ديال العجين هكا غد نديروها بطريقة آمينة ممكن شدر لنص حديا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة